السلام عليكم ورحمة الله اشار شخصا وتسببت باضرار واسعة النطاق وفرضت السلطات حضر التجوال في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة إلياس الى اليابسة وتم اخلاق قرى محيطة بالمدينة كما وتسببت العاصفة وهي الثاني التي تضرب البلاد خلال ثلاثة أسابيع في فيضانات بجزيرة يوبو قرب أثناء وفي مطلع سبتمبر تعرضت وسط اليونان لضمار هائل بسبب الأمطار الغزيرة الناجم عن العاصف والأمطار الغزيرة والتي أدت الى أضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات في منطقة تشكل قلب الانتاج الزراعي اليوناني إلى هنا أحبتي لا يسعني إلا أن أذكركم بالاشتراك في القناة والإعجاب للفيديو ليصلكم كل جديد شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر